هل تتذكر اللقاء الأول مع واقل الإبراشي فروزة؟ لا مش فاكر بالضبط الملابسات بس أنا قادم منه أنا قابله بس اللي أنا فاكره إنه من أول ما تعرفنا على بعد بقينا أصدقاء يعني بقينا أصدقاء حميمين وبرغم إنه أنا بكتب في الفن وأبكتب في التحقيقات لكن اكتشفت إنه واقل عنده ميول فنية وكنا مثلا في المهرجان أنا راح مثلا زي ما جاء القاهرة السينمائي ويبقى واقل معايا يتفرج على أفلام عروض خاصة وكان زمان عروض الخاصة غير دلوقتي كانت عروض الخاصة بقى يعني لها كده سحر كويس فأفلام عاد الإمام أفلام نادي الجنة قال إيه عايز آه فنغدق فنروح مع بعض يعني كان حتى حفلات الموسيقى برضو كان يحبها فا وقل كان مختلف بإنه برغم إنه تخصصه تحقيقات وداما قضايا جدة زي العبارة ومش عارفة إيه والحاجات دي الهيالة يعني فيها فساد ورشوة وحاجات كده ورغم ذلك الجانب الفني عنده كان طاغي يعني يحضر أفلام أفلام وساعات كان يكتب وهو كان ساعات حتى يخرج سواء كان نشيط يعني كان تلاقيه يحضر مثلا حفلات السينما والموسيقى ويحضر ندوات ويجامل برضو ممكن فرح أو بتاعه يعني يعني دايما تلاقيه طول الوقت متواجد وبعدين أنا أفتكر له حاجة بقى إنه مكانش بينام لأنه تليفون والواتساب بتاعه أونلاين أولاً لحد مثلا الساعة أربعة الصبح وبعدين تلاقيه أونلاين تاني الساعة 9 الصبح فالنومة أربعة خمس ساعات نوم ده بالكتير غير كده عمال بيعمل في تليفونات وعمال يقرأ وعمال يبعد حاجات بس وقل وهو حتى على الهوى هتلاقي جنبه الأجهزة الإلكترونية كلها مش بس التليفون لا والعباد ومش عارفة وقاعد على أي معلومة يحلها إلى فكرة يعني مثلاً نبقى مثلاً في صوت الأمة أنا كنت نبقى أنا أحب أروح بالليل كويس أودي شغلي وبقى كده أرجعه فبقى فهو بقى كمان هو ليلي هو كائل ليلي برضو فإيه ممكن نلتقى مثلاً ساعة واحدة بالليل ألاقيه لامم مجموعة التحرير مجل التحرير كله لأنه هيعيد صياغة الجرنان مش الصفحة الأولى الجرنان كله في حدث ما يجب غير كل الملهج فتلاقيهم كلهم طبعاً كانوا بيتعبوا جداً أنت بتبقى خلاص باهست وخلصت وانت كمثلاً كسكرتير تحرير أخرقت الصفحة فجأة واقل بيعيد من أول جديد ويفكروا تاني ويغير ففي غاية اللحظة الأخير ليه؟ أي حدث ده شغل الصحفي أي حدث بيحيلوا إلى العمل الصحفي طب لما انتقل للمرأي نفس الحكاية دايماً كان متعب لفريق العمل بس هو التعب الجميل أن أنت خلاص اتفقنا بس ده كان الصبح حنصديف فلان معلان ومش عارف إيه والقضية دي المحورية بس ساعة سبعة بالليل جد شيء بقى في شيء أبعد أهم الناس بتفكر فيه يبقى كل اللي تكلمنا عليه الصبح أو العصر ده ماناش دعوه بيه يبتدي من أوله جديد ومش باعتمد بس على فريق الإعداد لأ هو نفسه اللي هو اللي بيتتصل بيك يقول لك مش عارف حصل إيه طريقة بترتجيلي النهاردة لأنه غير الجدوى الخالص اللي كانوا متفقين عليه فهو العمقه الصحفي أظن أنه هلا ذكرت الحكاية دي أنه فضل الصحفي جواه يقز يعني يمكن صحيح في الشنوات الأخيرة ما كانش بيمارس الكتابة بمعنى أنه مثلا تحقيق صحفي هيكتبه لأ بس كان بيحيلوا إلى نقاش مع الأطراف كلها وكان بيعمل منهج مهم أو يسعاد الإعلام يغفل عنه أنت اللي أنت مختلف معاه خليه يتكلم بحرية عشان الرأي اللي أنت يعني بتعتقده أنه هو الصواب هيوصل بس هيوصل مش أنك تصادر الرأي الآخر فدايما هتلاقي عنده شخصيات مثلا لها علاقة بالدين وعندها رأي سلبي جدا وراجعي جدا فتستغرب هو إزاي في برنامج بيقول الرأي دي بتطلع عشان الرأي التاني لما يتقال الناس تقارن وتفهم تقدر تشوفه وتنحاز للصح وقال كان عنده الجرأة أنه هو كمان يدافع عن أفكاره أنت مش مطلق في الإعلام ولا في الصحافة في ناس أعلى وقال كان يناقش الأعلى عشان يوصل لقناعته أنا شايف لازم نجيب فلان عشان يتكلم على وجهة النظر اللي إحنا رفضينها بس لازم يقول وجهة نظر فاكر مرة تحت قبة البرلمان كان فيها أحد ممكن من أربع خمس سنين كده حد كان رافض أعمال نجيب محفوظ وبيعتبرها أن هي كلها يعني بتدعو للرزيلة والمش عارف إيه وبتاع وتقال ده فعلا تحت للأسف طيب حيجبني أنا طبعا أكيد أو غيري حينحاز للإبداع أكيد بس ده ما يكفيش جاب الراجل نفسه اللي هو رافض الإبداع وبيعتبره أنه هو ده تردي وسمح له بإنقول كل قراءه بتطلع أنت من البرنامج منحاز للفن منحاز للحرية منحاز للجمال والعمل ده وائل لو كان بقى صادر من الأول قالك مثلا فلان في المجل الشعب قال كذا وإزاي لا يجوز وقد خلست بس دي كمان أظنها مرتبطة بمش أقدر عليها مملكة الصحافة هي جمهورية الصحافة صح روزا اليوسف تحديق وكمان خد بالي خواب وحقا اللي هو إحنا دايما عندنا استعداد لعرض كل الأراض مهما كانت انحيازاتنا وخد بالك وائل يعني مثلا أنا أو مثلا ممكن إبراهيم عيسى هتلاقي هتلاقي المقال يغلب عليك فالمقال يعني رأيك المقال في النهاية بيعبر عن طارق عن إبراهيم عن عن يوسف مقال وائل تكوينه بتاع تحقيقات بتاع تحقيقات غيرنا العمق الأساسي لا يغلب وجهة نظره أيوة هو حتى لو عنده وجهة نظره بس لازم يعرض كل الأراءة حتى المختلف معاها يعرضها بإحيادية ويدافع عن حقها مش في أنه أنه رأيها صائب لا من حقها أنها تعبر عن رأيها وتنحزق ليه فالمحقق داخل وائل اللي بينشد العدالة هو اللي خلاه يتميز في كل برامج كل برامجه هتلاقي دايما الرأي ورأي الآخر هتلاقي أنه هو لا يصادر من يختلف معهم ودي ميزة أصبحت نادرة غالبا في برامج التكشو بيبقى الرأي فبفين الرأي الآخر؟ لا وائل كان من منهج الرأي الآخر صحيح صحيح وكان عشان كده جماهرية وائل فيها جزء كبير قطعا من ده من المنهج ده طبعا ربنا ادي له القبول القبول ده هو بقى يعني دي حكمة ربنا دي من عنده من فوق سبحانه وتعالى بس جنب هذا القبول وقل اشتغل كتير على نفسه وزي أنا اسماتها اللي بتقول إنه هو ما كانش عايز يبقى موزيق أيوة ما كانش في زينه الضوء يعني وائل ما كانش أنا فاكر كان في فترة عمل برنامج كان عن عاد الإمام بس هو مش هو اللي بيسأل بس برا الكادر بس هو برا الكادر اه يعني ما كانش عنده طموح معنه شكل وسيم يعني أول حاجة في الموزيع أو الناس بتعتقد وده مش صحيح طبعا بس يعني أول انطباع إن الموزيع يبقى هو الموزيع الوسامة يبقى وسيم الشكل أو جميلة فهو عنده ده ورغم ذلك ما كانش من طموحه بس الظرف والمنطق والضرورة خلته يبقى هو في وبعدين لما ييجي مثلاً بعد النجاح الموزي اللي عملته منشازلي في العشرة كان صعب جداً إن فيه حد وحد يروح داخل على البرنامج بعد ما كان نجح جداً 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 ويحافظ على النجاح فهتعقد المقارنات وكمان هيقول يا خلاص الكرفة هيقع ده لا لا لأنه كان نفسه